افتتح مركز الملك سلماء للغاثة والأعمال الإنسانية بمنطقة شغراء بمدرية خنفر محافظة عبيان 30 فصلا دراسيا بديلة في عدد من المدارس بالمحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وذلك ضمن مشروع العودة للمدارس المرحلة الثانية المول من المركز والمنفذ من قبل الشريك المحلي اتلاف الخير للغاثة الإنسانية يساهم المشروع في توفير فرص تعليم جديدة للأطفال بعدد من المديريات بمحافظة عبيان من خلال الفصول البديلة والتي توفر بيئة صالحة لتعليم الأطفال ويحقق أثرا كبيرا في استقرار العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد وفي الإطار نفسه تم توزيع عدد 600 حقيبة وزي مدرسي للطلاب للدارسين والذين عبروا عن سعادتهم الغامرة باستلامهم المساعدات التعليمية وتوفير فصول البديلة بدلا من الفصول السابقة من خيام وعشش ومباني مهددة بالسقوط اشتركوا في القناة